النجوم بيعيده بطل مسلسل كريستال الفنان محمود نصر بعيد ميلاده الاربعين وبيحتفل محمود نصر بعيد ميلاده الاربعين اللي صادف امس والمناسبة دي قدم عدد من النجوم ليه التهاني وتمنوا ليه ان يكون بصحة جيدة ويحقق كل اللي بيتمنى سرينة عبد النور عيدة محمود عبر ستوريا على حسابها على انستجرام بصور ليهم من المسلسل دانتال اللي بيجمعهم وقالت يارب شوفك عم تضحك صديقي ينعاد عليك بعيدك بكل شي حلو مثلك اما جيني اسبر من جهتها عيدة محمود وقالت كل سنة وانت سالم عقبال كل شيء حلو والمزيد من النجاحات كما بركت ليه كمان بدور دكتور جواد اللي بيلعبه في كريستال زي ما تعودنا عليه مبدع روعة الساعة دي عيدة محمود وقالت ينعاد عليك بالخير محمود اللي بيعيش نجاح شخصية جواد فياض مسلسل كريستال اللي بيقوم فيه بشخصية دكتور جواد هو حكيم ومش بيردى ابدا بالغلط هو حقيقي وصريح مع كل الناس مع اخوه وامه وابن اخوه وزوجة اخوه مع كل اللي بيحبهم وكمان اللي مش بيحبهم بيؤكد ان الشخصية دي بتقبط دايما بتكون عايزة تنجح وان التهور ده بمفهومها الشخصي ليس الجنون التهور في العموم لانه دايما بيضح حدود لنفسه مش بيسمح ابدا لنفسه ان هو يتجوزها بيشيد محمود خلال حديث صحفي وتكلم ليه عن التجربة وقال ان الجمهور لن يجد الوقت كي يامل لان الاحداث تتلاحق بسرعة حاملة معها التشويق والجريمة والحركة والقصص الرومانسية والعاطفية على امتدى التسعين حلقة قصة مسلسل كريستان اللي بتضر حول دكتور جواد واللي المفروض بتكون فيه اتنين ستات في حياته الاولى هي عليا كرم مصممة ازياء مشهورة وبنت القصر اما التانية فهي بنت المزارع اللي بتشتغل عند عليا وهي البنت البسيطة فيه اللي بيحبها وبيتعلق بيها دكتور جواد ومع الوقت بيكون فعلا عايز تجوزها وبتكون هي السبب التفرئة بينه وبين عليا لانه طبعا حبها وبعد عن عليا عليا اللي بتكون عايز تجوزها طوال الوقت الاوسع علشان تخلص منها لكن الحب كان اقوى من كده وجواد دايما بيكون عايز يكون مع فيه وبيبعد عن عليا تدريجيا لكن عليا بتحيك الخطط والمؤامرات علشان تباين فيه خينة وانسانة مش كويسة قدام دكتور جواد بتتوانى الاحداث والمسلسل عاطفي ودرامي وكمان جريمة وفيه احداث كتير جدا مشوقة من عرض الحلقة الاولى المسلسل اصبح ترين والناس كلها بدأت تتكلم عنه وهو مكتبس من المسلسل التركي بنقول الفنان محمود نصر كل سنة هو طيب وكمان مبروك نجاح مسلسل كريستان اشوفكم على الخير في خبر جديد وحصري باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة